دعم المنتج الوطني عنوان لحملة أطلقها ناشطون مدنيون في محافظة ميسان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الحملة التي لاقت استجابة واسعة كانت المحطة الأولى لها مصانع زيوت نباتية في مدينة العمارة وأكد القائمون عليها أن الهدف منها هو حث المواطنين على اقتناء المنتجات المحلية والعمل مع المسؤولين لإنجاح هذا التوجه انطلاق نعتبرها لتشجيع الانتاج الوطني والاستهلاك الوطني كانت هناك حديث مع السيد مدير المصنع زيوت النباتية حول المشاكل التي يواجهونها اطرقنا لعدة حلول لحين انتهاء السنة الحالية من ضمن الحلول والحل الأهم الذي كنا نتكلم به هو توفير مركز بيع مباشر في شارع دجلة في مركز المدينة وشراء المنتجات الوطنية لدعم منها لمنتوج الوطني وتحريكا منها لسوق الانتاج الوطني ايضا هناك دعوة يطلقها شباب ميسان للحكومة المركزية والحكومة المحلية بشكل تنفيذي والتشريعي الى دعم هذه المنتجات بالقرارات وبأسقف الدعم من خلال المجيب المستثمرين مدير مصانع الزيوت في ميسان فيما اثنى على بادرة الشباب فانه اشار الى ان منتوجاتهم بامكانها تغطية حاجة المنطقة الجنوبية من الزيت السائل منوها الى ابرام عقد مع وزارة التجارة لرفض البطاقة التموينية بالناتج المحلي ان شاء الله احنا مقبلين على تشغيل الزيت السائل ان شاء الله في نهاية 2016 حصنا على عقد مع التجارة لرفض البطاقة التموينية بالزيت السائل الخط الايطالي الحاليا للزيت السائل بطاقة انتاج 250 طن يوميا وحوالي 40 الف طن سنويا ويغطي انتاج المنطقة الجنوبية ان شاء الله والشركة مقبلة على استيراد خطابية الحكومة المحلية من جانبها اكدت وقوفها مع جميع الخطوات الجادة التي من شأنها تشجيع الصناعات الوطنية بجميع اشكالها والعمل على توفير جميع الامكانيات المتاحة من اجل تجاوز الازمة المالية التي تمر بها البلاد بدورنا كحكومة محلية نشجع كل خطوات من شأنها انه ترفع من الاقتصاد العراقي طبعا عندنا معامل موجودة اربع معامل اللي هي معامل الزيوت والورق والسكر والبلاستيك وهي معامل قديمة وكانت منتجة ولا زال انه اذا التفتت الى الحكومة المركزية واي صناعة محلية موجودة سواء عن طريق الحكومة وحتى عن طريق الاهالي احنا نشجحها ونؤيتها وندعمهم بكل ما يحتاجونه سواء من المكان او غيرها ورب ضارة نافعة هكذا ينظر البعض الى الضائق المالية في العراق التي وجهت الانظار صوب الصناعات الوطنية بعد سنوات من الاهمال وغياب الدعم احمد كريم المدى ميسان